اليوم الرسالة واضحة للسعودية الرسالة اليوم أن اليمن اليوم ليس كما كان اليمن اليوم سيأخذ حقه وينتزع حقه بالقوة شاء من شاء وأب من أب اليمن اليوم سيحافظ على وحدته ليس كما تريدون ليس كما كنتم تقولون بأننا سنعترف باله للأمريكي وهذه أيضا تحسب عليك لأنك قلت أن الأمريكي لا يتذكر الأمر الثاني الأمريكي اليوم سينسحب وسيتعامل مع صنعان اليوم أو غدا أو بعد غد باعتبارها القوة الشعبية والقوة الصادقة والقوة العسكرية التي تمتلك الإمكانيات والقدرات لأن اليوم نحن في زمن القوة وليس في زمن غير القوة. الأمر الآخر أنه إذا كانت السعودية وهي سيجب أن تكون رسالة وأنا أقول هذا الكلام وأنا لست في موقع المسؤولي للتهديد ولكني أنبه إلى أن اليمن اليوم سيكون له ردة فعل ردة فعل ربما ستغرق السعودية في متاهات اقتصادية ربما غير مسبوك غير مسبوك. ستكون يوم التي أنفقت عليها ترليونات أو مليارات الدولارات ستكون في خبر كان إذا ظل الوضع الاقتصادي ودعمة السعودية الحصار واستمرار الوضع الاقتصادي السيء في اليمن سيكون هناك ردة فعل قوية وغير مسبوكة وعلى أقول لك هذا الكلام ويجب أن يتفهم اليوم القائد في السعودية أن اليمن اليوم صار حرا. والموضوع الاقتصادي سيتم أيضا ضرب المنشآة الاقتصادية السعودية وأنا أقول هذا الكلام وهذه رسائل رسائل اليوم توجهها القيادات عليهم أن يدركوا أننا لم نعد أولئك الذين كانت دخل السعودية وتفرض أجندات السعودية اليوم بالنسبة لنا كما هي أمريكا كما هي أمريكا لا نرى دولة تستحق الاحترام طالما وهناك تدخلات وهذه الدولة ستدفع تمن سوف نتكلم اليوم دعوا اليمن اليوم لليمنين صدقني وأنا أؤكد لك تماما إذا السعودية إذا السعودية أخرجت يدها من اليمن لأن اليمنيون ربما في ضرب ربما أسابيع سيكونوا قد حلوا كل مشاكلين مشكلتنا اليوم أن السعودية تريد أن تظل اليمن حديقة خلفية لكنها لا تريد مثلا أن تكون هذه الدولة فاعلة مثلا ظلت اليمن طالب بأن تكون حضرا في مجلس التعاون الخليفي وكان هناك ربما دعم كويتي وعماني في أسر من مرحلة وهذه حقيقة ليس لأن الدكتور موجود ولكن أؤكد أيضا أنه حتى إلى جانب المساعدات دول الخليج كلها لم تقدم مساعدات كما قدمتها الكويت وهذه حقيقة وهي كخصة للأفصار اليوم نحن طالبة درسنا وتعلمنا في المدارس الكويتية المدرسون كانوا تدعمهم الكويت أما بالنسبة للسعودية فإنها كانت تعطي باليد اليسرى وتأخذه باليد اليمنى تعمل مشكلة هنا ومشكلة هناك حتى لا يكون لليمن قوة وأن لا يكون صاحب قرار سيادي مستقل السعودية اليوم تريد أن نظل هكذا أنا أتمنى وأتمنى الآن حتى لا نعود إلى جدال عقيم حول هناك شرعية وأن هناك انقلابيين وأن المجتمع الدولي يعترف هذا الشرعية نحن أمام مجتمع دولي اليوم ملتبس مجتمع دولي اليوم يحقق مصالحة ينطلق من مصلحة ولا ينطلق من موضوع أن هناك شرعية وأن هناك غير شرعية نحن نتحدث اليوم أن هناك مشكلة حدثت في اليمن خلاص حدثت في اليمن الآن عشر سنوات هل استدعنا أن نغير هذا الواقع هل تريدون أن بعد هذا الثمن بعد هذه التضحيات بعد هذه الهستيرية في الغارات وفي الحصار على الشعب اليمني أن يقول خلاص يا أخي وضلوا تعالوا وسلموا الرأي يا أخي ابتعدوا عننا يا أخي تركونا في حالنا